الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن ديننا دين الوسطية والاعتدال ومع ذلك فإن بعض الناس يذهبون إلى أقصى النقضين إما غلوا وإفعاطا وإما تقصيرا وتفعيطا وقد قال الإمام الأوزعي رحمه الله ما أمع الله عز وجل في الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتي الإنسان من إحدى جهتين لا يبالي أيهما أصاب إما من جهة الغلو والإفعاط والتشدد والتكلف والتنطع وإما من جهة التقصير والتفريط والتسيب وكل النقضين زمين وقد قالوا لكل شيء طرفان ووسط فإن أنت أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان وقد سئل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل له يا ابن عباس يقولون حب التناهي شطط خير الأمور الوسط هل تجد هذا المعنى في كتاب الله؟ قال نعم في عدة مواضع في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصوا قال أهل العلم التعقيب والتزييل في الآية يقع على الحالتين على التبزير والتقطير أي أن كل من المبزر والبخيل يقعد محصوا مزمومة هذا بإصرافه وهذا بتقطيره الموضع الثاني في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطعوا وكان بين ذلك قواما وسطا الموضع الثالث في قوله تعالى ولا تجهب بصلاتك ولا تخافد بها وابتغ بين ذلك سبيلا موضع الرابع في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقات لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وسط فالإسلام كله قائم على الوسطية دون إفعاط أو تفعيد وبخاصة في التوازن بين العبادة والعمل بين حاجة الروح وحق الجسد بين حسن التوكل على الله وأهمية الأغزب الأسباب فبعض الناس يفوتون في قضية التوكل فيفهمون التوكل فهما خاطئا يصل بهم إلى ضاقة التواكل وتعطيل الأغزب الأسباب وفريق يسرف في الأغزب الأسباب وكأنها تؤدي إلى النتائج بطبيعتها وفريق إذا حدست عن حق الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج قال لك العمل عبادة وكأنه يعطل العبادات باسم العمل ولا يؤدي حق الله وما افترضه الله عليه والفريق الآخر يفهم الزود فهما خاطئا حتى أنه لا يعطل الأغزب الأسباب كليا ويعطل العمل مع أن الأمر قائم على الوسطية بين تلبية حاجة الروح وحاجة الجسد والنموذج الأمثل في ذلك الذي نقف عنده ونقتدي به ونعمل عليه هو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا البيع ذلكم خيروا لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذقوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقد فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأهل العلم فلم يقصوا لا في العبادة ولم يعطلوا الأغزب الأسباب وكان سيدنا عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة أصع إلى باب المسجد وقال اللهم إني قد لبيت دعوتك اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني وأنت خير الرازقين وعلى الإنسان كما قالوا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخاتك كأنك تمت غدا فالحياة قائمة على التوازن والوسطية لا إصعاف ولا تقتير لا تبزير ولا بخل لا تضيع لحق الله في العبادة ولا تعطيل للعمل والأغزب الأسباب ما أجمل أن نفهم الوسطية فهما صحيحا وأن نفهم ديننا فهما متوازنا أسأل الله أن يعزقني وإياكم حسن الفه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم